قال عبدالله مسعود رضي الله عنه خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما ثم خط عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه السبل الانحرافات وليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبع السبل قال مجاهد البدع والشبهات وقال جابر رضي الله عنه كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلى هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فإذا السنة الوسط هذا طريق الله دائما البدع تجي متطرفة إفراط أو تفريط ترجمة نانسي قنقر